أهلا بكم في قناة مساء الأخبار وأهلا بكل المتابعين والمشتركين وتوقعات بتظهر على السطح والاختيارات مستمرة لدرجة وصولها لأحد أفراد الرئيس لدولة عربية هنعرف مع بعض التوقعات واللي حصل وكمان التوقعات اللي جاي لهذه الدولة والدول اللي حواليها ولكن قبل ما نبدأ بفكر حضراتكم بالاشتراك تفعيل الجرس وياريت نعمل لايك وشير للفيديو عشان يوصلكم كل جديد الحقيقة مش هالحياة كتكلم كتير جدا عن دولة سوريا وعن عائلة الأسد وعن ماهر الأسد في أكتر من توقع ولكن اللي حصل النهاردة خلانا نرجع نشوف هذي التوقعات الحقيقة كان فيه كلام كده ان فيه محاولة اختيال والدربة الفيلا اللي المفروض عايش فيها أخو أو شقيق الرئيس الأسد ماهر الأسد واتقال كده في الصحف حقيقة اختيال شقيق الرئيس السوري ماهر الأسد في هجوم بصواريخ للاحتلال أنا مش عارفوا هما هيصفوا الناس كلها ولا هيعملوا ايه أنا مش عارف فاتكلم الناس كتير جدا قاعدت تقول هم مات ولا ما ماتش على حسب ما نقلت وكالة الأنباء الفرنسية نبق مقتل شقيق بشار الأسد ماهر الأسد يعني وأصار النبق جدل عارم بالصحف الأخبارية والعالمية والعربية فهل فعلا حصل ولا ما حصلش الجدير بالذكر ان هناك مسيارة تابعة للاحتلال ده اللي حصل بعد قامت باستهداف فيلا الفركة الرابعة التي يترقصها ماهر الأسد شقيق الرئيس السوري بشار الأسد ليه بقى استهدفوا الفيلا دي لانه بيقولوا ان كان بتردد عليها قيادات من حزب الله وحرص الثور الايراني في ريف دمشق واستهدفتها مسيارة التابعة للاحتلال بصواريخ شديدة الانفجار فمحدش عارف هل هو كان موجود ولا ما كانش موجود ساعتها فالصحف بقى السورية والمصادر السورية بدأت تطلع وتقول انه بالفعل ما كانش موجود قالوا كده بالنص انه كان غير متواجد في الفيلا اسناء استهداف المسيارة لانه كان خارج دمشق مفقا لمجاقة في المصادر وتأتي تلك الانباء بعد اختيال زعيم حزب الله حسن نصر الله في غرة جوية شنتها طائرات الاحتلال يوم الجمعة الماضية بالضحية طيب اللي قالوا بقى ميشيل حاج عشان نتكلم عن الموضوع ده انا هكلمكم من الاحدث للاقدم من الاحدث الى الاقدم قال ميشيل حاج في توقعاته لعام 2024 لدولة سوريا ان فيه خطر من الدرجة الخمس نجوم بيحوم حول العائلة الاسدية بسوريا حول العائلة الاسدية بسوريا وتنطال شخصية من حسة الاسد شايفين يا جماعة التوقع عمل ازاي وقال كمان في بعض التوقعات التانية اللي قالها ان آآ برضو بتحاول اصابع الشر ان تتسلل بقوة في اتجاه الرئيس الاسد وعائلته تجاه رئيس الاسد وعائلته وبالناحية التانية قال برضو بشار آآ معزلة ميشيل حيك عن بشار الاسد وعائلته وعن الاخطار اللي بتحوت بهم كان قال في احد التوقعات ايضا هذا التوقع والتوقع ده مهم اوي تعديل مهام بالفرقة الرابعة ورئيسها ماهر الاسد زي ما انتو شايفين الرئيس بشار الاسد واخوه خصوصا ماهر الاسد آآ من اكتر الشخصيات اللي بيتم الحق عليها ودايما بيمشي وراها فالليمين دول في آآ نوع كبير جدا من الاختيالات بتحصل على الدول العربية واللي بيحصل ليمين دول كبير جدا. مش بس كده قال ميشيل حيك ايضا في احد توقعاته المهمة جدا آآ للعائلة الاسدية انا كان شايف برضو في خطر او في حاجة غلطة تحصل لزوجته اسماء الاسد. وفعلا كنا شايفين اليومين دول انها كانت تعبانة وكان عندها نوع من السرطان وكان ساعتها الناس كلها تعطفت معاها وكان اهل كده في توقعاته بتتعرض اسماء الاسد لسلسلة من المخاطر. وقال كمان آآ بقى بالنسبة للعدو والهجوم اللي بيحصل على سوريا وعلى الدول العربية كان اهل كده مش اهل حاجة في توقعاته شايف ان طيارات مش طيارة واحدة تحت الغيم وفوق الغيم ومواجهات بس يمكن مش كلها عسكرية. وايضا اهل هستيريا عسكرية ومشتقتها داخل مخيم اليارموك وبالمشهد حريق. هضبت الجولان جغرافيا وشعب وعسكر بعين العاصفة الغير المتوقعة. وايضا من دمن التوقعات اللي قالها لدولة سوريا في اكثر من ليلة وضحاها نبدأ نشوف سوريا من غير ايرانيين. انتم تخيلين التوقع ده? نبدأ نشوف سوريا من غير ايرانيين. وبالفعل ايران بدأت دلوقتي تسحب الناس الكبار بتاعها من لبنان ومن سوريا لان زي ما انتم شايفين آآ في عملية اختيالات شديدة جدا في اكتر من مكان. وايضا قال ميشيل حاج فيه توقعاته الاخرى اللي احنا بنشوفها دلوقتي اليومين دول العالم السوري بيولع معركة وبيفجر قضية. آآ الخرق السوري ما راح يقف عند حدود مقعد واحد يعني شايف نوع من الخروقات وشايف نوع من الهجوم اللي هيحصل ايضا على سوريا. ومن اخطر التوقعات ايضا من دون سابق انذار بيلاقي الجيش السوري نفسه امام امتحان عصير بس بيغير المعادلات. سوى اخدام بالكم الكلام موصل للجيش السوري. ايضا قال برضو من دين التوقعات اللي قالها لسوريا. كمان من دمن التوقعات ردبة ايرانية بتتصدر المشهد السوري. وبشرة شقيقة الرئيس الاسد من الباب الخلفي الى الواجهة. والنظام السوري بيغير نظامه. وايضا كان ايل برضو من دمن التوقعات المهمة ان المهاجرين والنازحين راجعين على سوريا مواكب مواكب. وده حصل من كم يوم في اتنين وعشرين الف سوري ماشيوا من لبنان بسبب اللي بيحصلوا الحرب والدرب اللي حاصر في لبنان. ايضا بيقول خرق ما بيشبه غيره بهدنة الجولان. كل شو يجيب منطقة الجولان في توقعاته كأن في حاجة هتحصل في هزيه المنطقة. ردة فعل سوريا موجعة على العدوان للعدو. ردة فعل سوريا موجعة على عدوان العدو. ده برضو من دمن التوقعات المهمة جدا بتتزعزع بقوة سمود الوجود الامريكي بسوريا وحتى الوجود الامريكي بيتزعزع جوة سوريا في الايام اللي جاية. كمان من دمن التوقعات اللي قالها مشال حقيق برضو لدولة السورية مهمة قوي. رح يبدل ويتبدل جو الاجواء السورية الاسرائيلية. رح يبدل ويتبدل جو الاجواء. ورح اللي نشوفه في الجولان بكرة مش جولات ومفاوضات رح يكون سيناريوهات حقيقية مش تمثيلية. وكمان من دمن الحاجات مسلسل غريب هتجري احداثه في قلب الحكومة المقبلة. وفيه برضو من دمن الحاجات حميم قاعدة روسية عسكرية جوية بس احداثها يوم جوية ويوم ارضية. وبتهب العصفة في السويداء وما بتخلي الجغرافية على حالها وتسوية المشايخ في السويداء مفخخة ومخوطة بالخطر. ومن ناحية تانية برضو قال على سوريا من قلب النار بتولع ادلب وفيه ولعة مش نارية. ومحاولات من النايل من وزير العدل السوري الحالي. ومن دمن التوقعات المهمة جدا تباعوا التدريجي من سوريا وايران بتتبعوا مرحلة تعغيرية وسعة. وبتقلب الواقع والاوضاع وكأنه بداية طلاق على النعم. بداية طلاق على النعم. وايضا محاولات واسليب مشبوهة مختلفة قلنا الابعاد ماهر الاسد من التوقعات اللي قلناها الماهر الاسد. زي ما انتم شايفين توقعات برضو في غاية الاهمية. ونرجعتها للتوقعات بشار الاسد وكان اي المشال حاجة في توقعاته ومش بالسهولة هنعرف اسرار مجموعة من المقربين من الرئيس بشار الاسد. وايضا تجمعات وزحمة في منطقة سويداء. ولا اعرف اذا كان ذلك المشهد كان لحزن او لفرح او ان كان استنجار او ثورة. وانتفاضة انتقامية بعد صمت طويل للسلاح الثور الايراني. لردع الغارات والخرقات الاسرائيلية في سوريا. ومن ناحية تانية قرار الاختيال برفع الحصانة على الرؤوس المحرمة. وتراب الجلان وعناية وبها مزيد من الدم وجغرافيا المكان ستغيران وصنرة بها معاهدات وتفاقيات جديدة. دي كانت التوقعات اللي قلعها ان شاء الله حقيق لدولة سوريا وخصوصا لمهر الاسد. حبينا نجمع لكم اهم هذه التوقعات. شكرا لحضراتكم. اتمنى الفيديو يكون عجبكم. ما تنسوش الاشتراك تفقيل للجرس ونعمل لايك وشيء للفيديو عشان يوصلكم كل جديد.